اهلا بكم عزيزي طالبات وطالبات الصف الاول الثانوي مع درس جديد من دروس الهندسة درسنا النهاردة بعنوان تطبيقات التشابه في الدائرة النظرية بتقوليني ايه اذا تقطع الوطران الف بي و جيم ديل داخل الدائرة زي ما تشايف الرسم الاول اللي عندك هنا ده في تقطع وطرين عندنا داخل الدائرة الف بي و جيم ديل او المستقيمان الحاويان لهما يعني ممكن يكون الوطرين دولات مش هيتقطعوا داخل الدائرة زي الحالة دي التقطع هيبقى فين خارج الدائرة في النقطة هاء هنستنتج ايه من دوت ان هاء ديل مضروب في هاء جيم هاء ديل عندنا مضروب في هاء جيم هيساوي هاء ألف مضروب في هاء باء النفس الكلام هيطبق عندنا في الشكل الاخر لو كانت تقطع خارج الدائرة الشكل ده هيبقى عندنا هاء ديل مضروبة في هاء جيم هيساوي هاء باء مضروبة في هاء ألف لاحظ معايا حاجة مهمة جدا وهي ايه ان ببدأ دايما من نقطة التقاطع كم مرة؟ أربع مرات لاحظ معايا بدأ هاء 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 بدأت بها أربع مرات وبتبدأ دي مستقيم أول وليكن مثلا هاخد ألف باء يبقى انا هبدأ هاء ألف هاء باء ما اخد بالك معايا هاء ألف هاء باء ببدأ بنفس المستقيم بنفس الايه؟ المستقيم يعني لو عندي كده دي كانت باء ودي كانت ألف جوه الدائرة ونقطة تقاطعها كانت هاء يبقى هقول هاء ألف مضروبة في هاء باء المستقيم التاني كان كده اللي هو جيم دال يبقى هاء جيم مضروبة في هاء دال تعالوا معايا نشوف إزاي نثبت النظرية دي أو إزاي أثبت صحة الكلام اللي أنا قلته دوت هنثبته إزاي تعالوا معي رسمتين هما زي ما كانوا بالظبط هنوصل عندنا ألف دل وهنصل بأجيم سواء في الرسم الأول أو الرسم التاني والتطبيق بتاعنا هيبقى في الرسمة الأولى أو التانية يا شباب سواء الرسمة هنا أو الرسمة هنا تعالوا معايا بصوا كده من هندست الشكل عندنا في الدائرة تقدر معايا تقول إن قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية جيم ليه؟ أيوان زاوية ألف بتساوي قياس زاوية جيم دول زاويتان محيطيتان مرسومتان على نفس القوس بقى دال يبقى متساويتان بالمثل قياس زاوية دال بيساوي قياس زاوية باء ليه؟ زاويتان محيطيتان مرسومتان على نفس القوس زاوية دال وزاوية باء مرسومين على نفس القوس اللي هو ألف جيم من هنا عندي زاويتين في مثلث بتساوي زاويتين في مثلث آخر يبقى المثلث عندي ألف دال ها يشابه المثلث جيم باء ها نقدر نستنتج من دوة إيه يا شباب؟ إن ألف دال على جيم باء بيساوي دال ها على باء ها بيساوي ألف ها على جيم ها تعالى معايا هنا من خلال الثلاث نسب المتساوية دي ناخد النسبة دال ها على باء ها مع النسبة ألف ها على جيم ها نقدر نقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين؟ أيه طبعا يبقى عندنا نقدر نقول إن باء ها مضروبة في ألف ها هيساوي دال ها مضروبة في جيم ها وده كان عندي الإثبات إن الكلام بتاعنا اللي قلناه من الأول كان كلام صحيح إن لو تقاطع وطرين داخل الدائرة أو المستقيمين اللي حاويين لهم خارج الدائرة هينتج أن إيه؟ إن باء ها في ألف ها لاحظ معايا ها النقطة المشتركة اللي فيها التقاطع وهنا النقطتين التانين باء وألف اللي هما القطعة المستقيمة الأولى أو الوطر الأول أو المستقيم الحاوي للوطر الأول نفس الكلام في الجزء التاني عندنا دال جيم هي الوطر الثاني أو هي النقطتين الحاويين للمستقيم اللي فيه الوطر كان جيم دال تعالوا معايا إن الشكل المقابل بيقول لي أوجد قيمة سين تعالوا نطبق بقى النظرية بتاعتنا أو القاعدة بتاعتنا في الشكل اللي قدامنا هو جايب لي عندي وطرين متقاطعين داخل الدائرة زي ما تشايف ألف بقى تقاطع جيم دال يديني نقطة ها ومديني أطوال على الرسم الموضح تعالوا معايا نطبق إحنا النظرية بتاعتنا النظرية هتقول لي إيه مين نقطة تقاطع شباب؟ أيوا ها تمام هاستخدم ها يا مستر أربع مرات طب تعالوا معايا كده يبقى أقول ها ألف مضروبة في ها بقى هتساوي ها أدال مضروبة في ها أجيم نطبق الكلام دوت ها ألف عندي بكام بسين زائد واحد مضروبة في ها أبقى عندي بكام بأربعة سنتر بتساوي ها أدال أيوا بخمسة مضروبة في ها أجيم بتماني يبقى نقدر نقول عندنا سين زائد واحد هتساوي خمسة في تمانية باربعين مقسومة على الاربعة دي يبقى سين زائد واحد هاي ساوي عشرة ومنها سين هتساوي تسعة يبقى وكان طالب مني قيمة سين أنا جبتها تعالوا معايا من خلال القاعدة السابقة هنعمل استنتاج لحاجة من هزي القاعد إيه بقى الاستنتاج دوت بيقول لي إذا تقاطع المستقيم الحاوي للوطر جين ديل مع المماس ألف هاء خارج الدائرة في نقطة هاء زي ما تشايف الرسم كده في عندي وطر جيم دال لو عملت امتداد لي وفي عندي مماس ألف هاء تقاطع الوطر أو امتداد الوطر مع المماس في نقطة هاء لاحظ معايا نقطة التقاطع هاء هتقول لي أيها مهمة بالنسبة لي هستنتج من دوت إيه بيقول لي فإنه هاء ألف تربيع القطعة الممسية القطعة الممسية ألف هاء تربيع هتساوي هاء جيم مضروبة في هاء ديل هنضرب هاء جيم في هاء ديل الكلام دوت دلوقتي واحد ممكن يقول لي هنسبت الكلام دوت إزاي أقول لك تعالي معي بص معي دلوقتي همسح لك الكلام ده علشان نسبت الكلام تاني بهدوء هنعمل عندنا عمل هنصل عندنا ألف بجيم وهنصل عندنا ألف بديل ومن خلال دوت هنلاقي فيها عندنا المسلسين متشابهين لاحظ معي زاوية هاء ألف جيم زاوية ممسية مع زاوية ديل زاوية محطية بيصواوا بعض وزاوية هاء هي زاوية مشتركة بين المسلسين ألف جيم هاء وألف ديل هاء المسلس ألف جيم هاء الصغير والمسلس ألف ديل هاء الكبير ومن هان باستندك حاجة إن المسلس عندي هاء ألف جيم يشابه المسلس هاء ديل ألف نستنتج إيه عندنا إن هاء ألف على هاء ديل هاء ألف على هاء ديل هيساوي ألف جيم على ديل ألف هيساوي هاء جيم على هاء ألف تعالا معايا نشوف كده النسبة الأولى والنسبة الأخيرة لو خدناه مع بعض وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين لما ضرب هاء ألف في هاء ألف هيديني إيه؟ هاء ألف قصة 2 هيساوي حاصل ضرب عندي الوسطين هيبقى هاء جيم في هاء ديل ودي قاعدة اللي إحنا استنتجناها نقول بقى منها إيه اللي استنتجناه؟ لو لقيت قطعة ممسي زي ألف هاء وفيه عندي وطر اللي امتداد بتاعه قاطع القطعة الممسية دي في مقطة هاء يبقى القطعة الممسية دي تربيع قصة 2 يعني بتساوي هاء جيم في هاء ديل تعالوا معايا نطبق على القاعدة اللي إحنا وصلنا لها دي بيقولي من الشكل المقابل ألف جيم ممس تمام أوجد ألف جيم طالما قال لي أوجد ألف جيم معناها أوجد طول ألف جيم لأن دي قطعة مستقيمة هنعمل إيه علشان نجيب ده؟ واحدة يقولي اللي وقت هنطبق القاعدة مباشرة تاني مستر إيه القاعدة بتقولي إيه؟ القطعة الممسية هي ألف جيم يبقى ألف جيم تربيع بتساوي ألف هاء مضروبة في ألف دال يلا يا شباب بيطبق يبقى ألف جيم تربيع هاء بص معايا بقى وركز هنا ألف هاء بكام باربعة فيه بنستعجل بسرعة ونروح كاتبين خمسة أقولك غلط اوعد استعجل أنا طالب ألف هاء باربعة طب وألف دال يعني أنا طالب طول القطعة المستقيمة كلها يبقى مش خمسة يبقى كام يبقى تسعة سنتي وبالتالي يبقى ألف جيم قصة اتنين هيساوي عندي ستة وتلاتين بأخذ الجزر التربيعي يديني ألف جيم ستة سنتي اللي هو كان طلبه من؟ تعالى معايا عكس نظريه هتقولي إيه؟ بتقولي إذا تقطع المستقيمان الحاويان للقطعتين ألف باء وجيم دال في نقطة هاء لاحظ معايا هنا أنا ما عنديش دائرة أنا في عندي قطعتين مستقيمتين عندنا زي ما انت شايف كده ألف باء وجيم دال أو المستقيمان الحاويان لهما زي ما انت شايف الشكل التاني اللي عندك ده وكان عندي إيه؟ هاء دال ضرب هاء جيم بيساوي هاء ألف ضرب هاء باء لاحظ معايا هتقولي الكلام ده إحنا خدناه أيوة إحنا كنا استنتجناه من النظرية السابقة فبقول لو لقيت أنا الكلام ده عندي متوفر هيطلع إيه عندي؟ هقولي يبقى ألف وباء وجيم ودال تقع على دائرة واحدة زي ما انت شايف كده يبقى النقاط ألف وباء وجيم ودال تقع على دائرة واحدة طيب تعالي معايا نطبق على عكس النظرية باقي لو لقيت لك هل تقع على نقاط ألف وباء وجيم ودال على دائرة واحدة أم لا؟ ها شايف الشكل قدامي؟ هتطبق إزاي؟ نقطة التقاطه عندنا هاء هاخدها مع مستقيم أول أو القطع المستقيم الأولى ولتكن عندي جيم دال يبقى هاجيد قيمة هاء دال مضروبة في جيم دال هاء دال بكام عندنا؟ بخمسة سنتي مضروبة فيه هاء جيم تمانية سنتي يديني كام؟ أربعين طيب تعالوا معايا نجيب هاء ألف في هاء باء هاء ألف عندي بتسعة سنتي مضروبة فيه هاء باء باربعة سنتي هيديني كام؟ ستة وتلاتين ها هل تلعب يصوي بعض؟ هم؟ لا طبعا هينا ستة وتلاتين وهنا أربعين يبقى النقاط عندي ألف وباء وجيم ودال لا تقع على دائرة واحدة يبقى ما بتطبقش عندي النظرية هين لأن عشان أطبق النظرية لازم يكون هاء دال في هاء جيم بيساو هاء ألف في هاء باء تعالوا معايا نشوف مثال تاني بيقولي نفس الكلام هال ألف وباء وجيم ودال تقع على دائرة واحدة أم لا تعالوا معايا هنجيب هاء دال في هاء جيم هاء دال عندنا ركز معايا شوية هاء دال في هاء جيم ركز في الجزء ده تلاتة واثنين من عشرة مضروبة فيه كام هيوعى تكتب اوعى تكتب حداشر وتمانية من عشرة لا احنا هنجمع التلاتة واثنين من عشرة مع الحداشر وتمانية من عشرة هيديني كام هيديني خمستاشر بالقال الحزبة طبعا الناتج بتاعي يطلع تمانية واربين تعالوا معايا نجيب هاء باء في هاء ألف هاء باء بكام مربعة متاز في هاء ألف اوعى تقول لي تمانية احنا بنجمع الاربعة والتمانية في اتناشر اربعة في اتناشر بتمانية واربين يعني هنا ملاحظ معايا ان هاء دال مضروبة في هاء جيم بيساوي هاء ألف مضروبة في هاء باء وبالتالي نقدر نقول انه ألف وباء وجيم ودال تقع على دائرة واحدة واحد دلوقتي بيقول لي يا مستر انا فكر حاجة زي كده خدناها في تلتة اعداد لما اربع مقاط يقعوا على دائرة واحدة كنا بنسمي الشكل ايه؟ ايوان رباعي دائري يبقى ممكن السؤال بتاعي يجيلي اثبت ان الشكل ده رباعي دائري هطبق نفس القاعدة بتاعتي لو قال لي اثبت ان الشكل ده رباعي دائري يبقى هطبق نفس القاعدة اللي انا طبقتها معاك في المثال الاول والثاني تعالى معايا نروح لعكس اللي استنتجناه من النظرية كالنتيجة بيقول لي ايه؟ لو شفت الشكل قدامي زي كده وتلاقيه بيقول لك هاق الف تربيع بيساوي هاق جيم في هاق دال استنتج من دوت ايه؟ واحد معايا هاق الف تربيع بيساوي هاق جيم في هاق دال هتقول لي الشكل ده شبه الاستنتاج اللي استنتجناه من نظرية فعلا هو ده عكس النظرية وعكس النتيجة هنستنتج من دوت ايه؟ ان الف هاق ده مماس للدائرة المرة بالنقاط الف وجيم ودال الف وجيم ودال بيجي لي السؤال عليها كده يقول لي اثبت ان الف هاق مماس للدائرة المرة بالنقاط الف وجيم ودال تعالوا معايا نطبق مثال فعكس النظرية والنتيجة بتاعتنا رسم للرسمة اللي انت شايفها قدامك دي بيقول لي من الشكل المقابل اثبت ان الف با جيم دال رباعي دائرة اهيه ومسطر اهيه لهو صح؟ مش كنا بقولي الكلام ده من شوية بيقول لي اثبت ان الشكل الف با جيم دال رباعي دائرة يبقى انا يا مصطر عايز اوصل ليه انا عايز اوصل لمين با مضروبة في مين الف يطلع بيساوي ايه مين جيم مضروب في مين دائرة اوصل لدوت ده اللي انا عايز اوصل له الشباب لازم يبقى الدماني هقولك ده بطلعنا اوصل له ازاي ده مين با ومين الف في دائرة ومين جيم ومين دال في دائرة اخرى لو بصيت معايا كده ده في دائرة وده في دائرة اخر وانا ما اخدتش ان انا اطبق في دائراتين مختلفتين اقولك تعالي معايا بص معايا كده يا شباب لو جينا على الدائرة الاولى الدائرة دي ايه اللي انت تقدر تطبقه عندي؟ مش عندي الف با دوطر وسين صوت دوطر تقاطع المستقيمين الحاويين ليهم في نقطة مين؟ مين؟ تعالوا نطبق القاطع بتاعت يبقى في الدائرة الاولى اقدر اولى عندي ايه؟ هبدأ بنقطة تقاطع ليا ميم ميم باق مضروبة في ميم الف بتساوي ميم صاد مضروبة في ميم سين ايوا ده تمام من الدائرة الاولى تعالوا نروح الدائرة الثانية هنقول في الدائرة الثانية عندنا سين صاد وطر ودال جيم وطر تقاطع المستقيمين الحاويين للوطر ده في نقطة ايه برضو؟ ميم اقدر اطبق القاعدة بتاعتي بتقول لي ايه القاعدة؟ ان ميم جيم مضروبة في ميم دال بتساوي ميم صاد مضروبة في ميم سين بص كده على واحد واثنين شايفي الطرف الايصر؟ هو هو ولا مش هو هو؟ ايقو متساوين يا مست؟ يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايمن يبقى اقدر استنتج من دوات ان ميم با مضروف في ميم الف هيساوي ميم جيم مضروف في ميم دال هنستنتج من دوات ايه يا شباب؟ ان الف وبه وجيم ودال الاربع نقاط دولت ما لهم؟ على دائرة واحدة طب يعني ايه اربع نقاط على دائرة واحدة؟ يعني الشكل الربعي اللي بيحوي الاربع نقاط دولت اللي هو الف با جيم دال بنسمي ايه؟ رباعي دائري وبكده نكون وصلنا الى نهاية درسنا تطبيقات التشابخ في الدائرة اللي درسنا فيه عندنا نظرية واحد لتقطع وطرين او المستقيمين الحاملين لهم والنتيجة عليها وعكس النظرية وعكس النتيجة واشوفكم على خير في حلقة قادمة في درس جديد من دروس الهندسة والى اللقاء